وفي سياق متصل طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها الدكتور رمزي خوري رؤساء وممثلي الكنائس في دول العالم بالضغط على حكومات بلادهم بشأن ما تقوم به إسرائيل في شمال قطاع غزة من حرب إبادة وتهجير قصري لسكان القطاع ووقف هذه الكارثة ومعاقبة الجنات والمعتدين وأوضحت اللجنة أن الفلسطينيين خاصة في شمال غزة يعيشون في جحيم صنعه الاحتلال الإسرائيلي وقالت اللجنة أن قطاع غزة أصبح مقبرة ليس فقط للإنسان الفلسطيني بل للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن وقف هذه الإبادة والعدوان الهمجي وحول أوضاع المسيحين في غزة أشارت اللجنة إلى القصف الذي طال كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس واستهداف كنيسة العائلة المقدسة للاتين مما أوقع مئات الجرحى من المسيحين إضافة لاستهداف المستشفى الأهلي العربي المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ومدرسة عائلة المقدسة كما دمر المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكامل واستهدفت مدرسة راهبات الوردية وجمعية الشبان المسيحية التي دمر بعض مرافقها جزئيا من جهة ثانية أكد الأردن رفضه المطلق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مستشفيات في قطاع غزة واستنكاره كذلك للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة ومستشفى الشفاء الطبي واستهداف هذه القوات للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين محملة الإسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والتواقم الطبية العاملة في المستشفى الميداني الأردني وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صادر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشمي على قطاع غزة بشكل فوري وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في غزة والمرافق الإنسانية والصحية في القطاع